أعرف كالفجر شيئاً يبعث في نفسي الراحة الصفاء ضارب أطنابه والدنيا طيبة الأعراف تستقبل صحيفة بكراً لم يسودها بعد سطر من الشرور ثم يبعث فيها بعد ذلك نوع من الرهبة لجلال لحظة انهزام ليل كان يمكن أن يكون سرمدياً أمام صبح جديد يزحف جيشه بخيلاء معقود على لوائه النصر تنتظر أذنك أن تسمع نداء بوق سحري جبار يعلن مقدمة دي كلمات الكاتب والرواء الراحل يحيحقي صاحب أنديل مهاشم نمنا يوم الجمعة 5 أكتوبر 1973 على الهزيمة والأنشيد الوطنية اللي كنا بنغنيها في المدرسة وصحينا عشان نسمع أن الليل انهزم اللي كنا فاكرينه إلى الأبد المفاجأة ما كانتش بس الإسرائيل لكن كانت كمان للشعب المصري الفاقد للأمل ومال الدنيا نكت الشعب المصري إلا الرجالة اللي كانت عجبها منتظر الأمر ولاحظت التحرك الشعب من جواه رافض يخرج بره حالة الهزيمة وما عندهش سبب أنه يصدق في نفسه وجيشه وقيادته أن الواقع المر ممكن يتغير مع أنشيد الوطنية الله أكبر فوق كيد المعتدي ووالله زمانيا سلاحي كانت الناس برضو مشغولة في الطش تقلي وغيرها من أشكال فن الهزيمة وعدم الإيمان وزي ما بنحب نقول عن نفسنا دايما أننا أولاد نكتة فكانت النكتة علينا ثم حدث الفارق في اللحظة الفارقة واحتار الناس وسألوا بجد ده بيحصل عملناها أيوة عملناها ومخدناش غير دقايق عشان إيماننا يرجع لينا وفي جيشنا وفي قيادتنا واختفت النكت وكانت نشوة النصر وقال الرئيس الراحل أنور السادات لقد كان محو عاري ومهانة هزيمة 67 هو الأساس وكان تقديري أنني حتى لو دفنت مع أربعين ألف من أبنائي في القوات المسلحة ونحن نعبر القناة فسيكون ذلك أشرف لنا ألف مرة من أن نقبل هذا الإذلال وتلك المهانة وستأتي الأجيال القادمة من بعدنا لتقول أنهم ماتوا بشرف في المعركة ولا بد أن يكملوها بعدنا لأرواح الشهداء وللأبطال اللي بيننا منقول استشتتم بشرف وعشتم بشرف ورسنا مرفوعة بسبب تضحياتكم ودمكم وعرقكم وإخلاصكم ترجمة نانسي قنقر